تعالوا بقى كده على السريع نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفرق المختلفة وكل ما فيه من أنشطة مع زملتنا العزيزة سالة حامد سالة موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة سالة صباح الفل عليك ومنورة شاشة عشرة الصفحة في الأهلي وتفضلي بقى عرفين على اللي بيحصل عندك والأجواء عاملة ازاي صباح الخير طبعا في البداية برحب بك يا كريم وبكل مشاهد يوم تابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحالة جديدة من عشر الصفح في الأهلي وكالعادة طبعا هكون معاكم في فقرتنا فقرة أخبار النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة ولكن النهاردة ان شاء الله هكون بالتحديد من ملعب مختار التيتشان لكم كل الأجواء والأمور المتعلقة بجميع الفرق الرياضية داخل النادي الأهلي وخليني طبعا في البداية أبتدي معاك يا كريم ومع كل جمهور النادي الأهلي بالفرق الأول لقرة القدم تحت قرية مستر بيتسو موسماني واللنهاردة ان شاء الله عندهم تمرين الساعة 12 على ملعب مختار التيتش وهي التجمع هيكون الساعة 11 يعني قبل التمرين بساعة الساعة 11 هيكون التجمع لكل اللاعبين والجهاز الفني يمكن كمان خليني أقولك أن النهاردة التدريب هيكون من ضمن استعدادات اللاعبين ومستر بيتسو للمباراة القادمة مباراة اللجونة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة اللي ان شاء الله هتبتدي بالنسبة للنادي الأهلي مع أول مباراة أمام اللجونة يوم الخميس المقبل فالنهاردة اللاعب هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة دي كمان من ضمن استعدادات الفريق يعني خلينا نكلم عن الاستعدادات من ناحية الطبية بدل الفنية يمكن الفنية النهاردة هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي من ناحية الطبية يمكن الجهاز الطبي كريم والجهاز الفني شدد على جميع اللاعب النادي الأهلي ان هم يتخذوا كافة الاجراءات الاحترازية بالذات يعني اليومين دول طبعا بعد انتشار من جديد فيروس كورونا بشكل ملحوظ كمان يعني الجهاز الطبي قرص ان هو يعمل يعني مسحات طبية جديدة لكل اللاعبين عشان طبعا يتأكد يعني من سلامة جميع اللاعبين وتم يتطمن على حالة اللاعبين اذا فيه لعيب يعني طبعا مصاب بفيروس كورونا يمكن كمان اكد دكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق ان فيه خمسة من لعيب النادي الأهلي اصيبوا بفيروس كورونا وهم ياسر ابراهيم بيرسيتاو لويس ميكي سوني احمد عبدالقادر واحمد نبيل كوكا دول خمسة من اللاعب النادي الأهلي بعد المسحة الطبية تأكدنا من اجابية مسحتهم وهم رامي ربيعة محمد فاخري وطاهر محمد طاهر الثلاث لعبها دول هيعيدوا المسحة مرة اخرى النهاردة ان شاء الله او بكرة بالكتير عشان نتأكد من سلامتهم وعدم اصابتهم بفيروس كورونا كمان خليني اقولك انه بسبب يعني الاصابات دي كلها بفيروس كورونا ده سبب نقص عددي لمستر بيتسو في التدريب في قرر مستر بيتسو انه هو يصعد خمسة من اللاعبين لنادي الأهلي في قطاع الناشئين وهم احمد سيد غريب واحمد اشرف محمد ياسر ومحمد مغربي ومحمد احمد دول خمس لعيبة هيكونوا متواجدين النهاردة ان شاء الله وكانوا كمان متواجدين مبارح في التمرين وهيوصلوا تدريبات مع الفريق الاول بشكل طبيعي الفترة القادمة بسبب النقص العددي اللي موجود في الفريق الاول خليني بقى انتقل واروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معك يا كريم ومع كل جمهوري نادي الأهلي بالفريق الاول لكرة السلة رجالة تحت قادة مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الأهلي وللنهاردة ان شاء الله عنده تمرين مع جميع اللاعبين نادي الأهلي الساعة اربعة ولكن قبل التمرين عمل لهم زي محاضرة فيديو او فيديو ميتنج قبل التمرين بنصف ساعة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا عندهم تمرين هيكلم طبعا فيهم في المحاضرة دي عن بعض النقاط الضعف والقوة اللي عند نادي مصاري للتصالات وهي كمان يعني الأخطاء اللي تسببوا فيها جميع العبين نادي الأهلي واللي عملوها في المباراة الأولى في الدور الأول يعني مع نادي مصاري للتصالات في المرحلة الترتبية من بطولة دوري السوبر لكرة السلة يمكن بكرة ان شاء الله العبين نادي الأهلي عندهم مواجهة مهمة مع نادي مصاري للتصالات ودي هتكون تاني مباراة في الدوري التاني من بطولة دوري السوبر كمان خلينا نتكلم شوية عن كرة طايرة ورجال طايرة وكابتن نميدو مسلحي مبارح يعني بعد المباراة مباشرة يا كريم عفوا بعد التمرير مباشرة اتجهوا لمدينة الأسكندرية لدخول في معصكر مغلق استعدادنا لمباريتين مهمين جدا وآخر مباريتين في الدور التمهيدي من قبل بطولة دوري المصري لكرة الطيران نهاردة إن شاء الله الليماسترز عندهم مباراة مهمة مع نادي سبورتينج في تمام الساعة السادسة مساء على صورة نادي سبورتينج في مدينة الأسكندرية وبكرة عندهم مباراة مع نادي اسكندرية للبترول في تمام الساعة الرابعة عصرا ودي كمان هتكون في مدينة الاسكندرية ودول آخر مبارايتين في دور التمهيدي بعد كده ان شاء الله الدور التمهيدي واللي هو قبل النهائي نادي الأهلي هيواجه ثلاث فرق وهم مصر للبترول طلقع الجيش وبترو جيت وحتكون المبارايت دي بين نظام يعني دور الذهاب والقياب هلعبوهم مبارايتين رايح جاي وده هيكون قبل دور النهائي كمان سيدات الطائرة ان شاء الله يعني فتيات الذهب تحت قائزة الكابتن حمدي الصافي عندهم مباراة مهمة مباراة قوية مع نادي السيد في تمام الساعة 8 مساء في بطولة الدوري واللي هيغيب عن المباراة النهاردة اتنين من اللاعبات النادي الأهلي وهم آية الشامي بسبب كسر في صوابع ايديها وكابتن فريق نهلة سامح بعد ما حسست ببعض اعراض دور البرد فقررت انها تريح وما تشاركش النهاردة في المباراة وتخضع عليه مسحة طبية جديدة عشان تتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا استكمالنا جميع اخبار الفرق الرياضية كمان يعني خيني اقولك يا كريم انه سيدات اللي يد بكرا ان شاء الله هيرجعوا تاني بعد راحة لمدة اسبوع ونص هيرجعوا تاني عشان يعني يستنفوا تدريباتهم الجماعية بكرا ان شاء الله التدريب الاول هبتدي بساعة في الجيم الساعة 5 بعد كده الساعة 6 على صالة امير عبدالله الفيصل وده هيكون ضمن استعدادات يعني الفريق اللي عودت المباريات مرة اخرى في بطولة الدول وان شاء الله تقريبا هتعود في شهر مارس يمكن دي طبعا يا كريم كانت كل الاخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية سواء الفرق الرياضية المختلفة او طبعا فريق الاول لقرة القدم انا طبعا معاك لو في اي سؤال والان لعودة مرة اخرى للستوديو يكلمينك طبعا يا كريم تفضل حقيقة تغطية يعني وفية كالعادة بنشهورك عليها جزيل الشكر زمنتنا العزيزة سالة حامد من مقر النادي الاهلي بجزيرة